بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وحبتي في الله رب يشرح لي صدري يوسر لي امري وحلو الوقدة من لساني يفقه قولي سؤال بسيك للمشككين في ان الله يرسل السماء مدرارا بسبب الاستغفار بسيك انشان تفكر بهذا الامر يعني يقول المولى عز وجل فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم انهارا السؤال هذا الوعد لمن ألا يكفي هذا الوعد للذين يستغفرون الله يعني بالعشرة الالف يعني ألا يكفي ولا بدنا ملايين المرات يعني أليس هذا وعد الله هل قادر الله ان يرسل السماء مدرارا هل هناك من جرب يعني جرب هذا الاستغفار في اعدال في هذه الاعدال الكبيرة فامطر الله السماء له بفضل يعني انه وعد مطلق من المولى عز وجل المستغفرين ألا يكفي مثلا يعني ثلاثين الف استغفار في اليوم حتى يرسل الله السماء مدرارا وأي شك في ناس فاتت على الشك انه يعني قد يكون عيد العرش الحمد لله رب العالمين قد أزال الله الغيم في عيد العرش ان شاء الله انه بعد عيد العرش يمطر الله السماء ان شاء الله يعني عن شان بسك ليقيم الله عليكم الحجة يعني ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله والذاكر رين الله كثيرا والذين جاهدوا فينا لن هدينهم سبولنا آمن يا أخي ان وعد الله حق وان الله قادر على ان يحقق وعده الذي في سورة نوح فقلت استغفر ربكم هذا عطاء رباني وترتيب رباني للعطاء هذا قد جربناه في 2015 جربناه في 2022 في شهر ستة بعد شهر ستة وقد بينت هذا الأمر موثق صوت بصورة والحمد لله رب العالمين وقد أخرجت من الدروس القديمة التي كانت في 2015 وبينت هذا الأمر كذلك وقد وثقنا هذا في شهر عشر 2022 هاي القلوب التي تنكر سبحان الله عسى أن تتوب إلى الله وأن تؤمن إن وعد الله حق وإنه يعني جل في علاء يريد أن يتوب علينا جميعا لن تكشف الغم عن هذه الأمة ولا عن نفسك ولا عن من حولك إلا بالاستغفار فقد يعني هذا الاستغفار جعله خاص المولى عز وجل بالمكلفين بالمكلفين من خلقه نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهنا تسبيحهم التسبيح جعله الله لكل شيء ولكن الاستغفار للمكلفين الذين يدبون في الليل و النهار فما منع الله عنك إلا بذنب نعم إن العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه فأكثر من الاستغفار والله ما فيه من سقم ولا هم ولا نكد ولا حياة يعني ضنك ومن آرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكة إلا سببه ذنب فتراكمت هذه الذنوب فتبق إلى الله يا أخي وآمن إن هذا الاستغفار لو كان في وسط الشتاء يعني في فصل الشتاء لكان من هذا الغيث من مطر الاستغفار والله الذي لا إله إلا هو قد جربناه في 2015 جربناه في 2022 في شهر 6 وعندما بدأنا بهذه الحملة حملة الاستغفار عشان يرفع الله الغمي عن المسجد الأقصى وعن الأمي وعن أنفسنا كذلك فجاء المطر بعد استغفار 30 ألف مرة وقد عاد الاستغفار في شهر 10 بعد 30 ألف استغفار لليوم وهذا دليل وقد بينا أنا أنزل على صفحة فيسبوك أن الناس يرون هذا الذين يستغفرون يمطر الله السماء عليهم في ديارهم في بلادهم نعم بسبب الاستغفار وعندما ينزل العدد من 30 ألف هذه التجربة كانت لشخص يعني عندما تعلمت هذا الأمر وحقق الله هذا الأمر والذاكرين الله كثيرا والذين يجاهدون في سبيل الله والذين ألا يزال لسانك راطبا بدكر الله بدل الكلام الفارغ استغفر الله تنعم بحياة طيبة كريمة يحقق الله لك آية حسية كما كانت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيك تقدر أنك تعبد الله وكأنك طرى وتأطر أن الله يحرك لك أنا وميز الكون يحرك لك السحاب بسبب الاستغفار كيف هذا وعد الله المطلق وكذلك بصلاة رسول السلام يكفيك الله ما أهمك وكذلك في سورة البقرة فهي حبل نجاتك اخطر ما شئ ولكن الاستغفار هو سيد الفتوحات بإذن الله تعالى نسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم وتذكر إن لم يكن الثلاثين ألف استغفار أو عشرات الألاف من الاستغفار اليوم كفيلة بأن يحرك الله لأجلها السحاب فأنت إنسان مشكك أنت في قلبك مرض تب إلى الله يا أخي واستغفر الله على هذا المرض أسأل الله أن يفتح عليك وأن تستغفر فيرسل الله السماء عليك كذلك أنت مدرارة ومددك بأموال وبنين ويجعل لك حيات طيبة كريمة ونخرج من هذه المهانة نعم فقلت استغفر ربكم يزدكم قوة إلى قوتكم فكل الخير وكل الفلاح في الاستغفار إن شاء الله إن شاء الله الله ينفعكم في هذا الاستغفار إن شاء أنك تقيش حياة طيبة كريمة كل منع سببه ذنب كل منع سببه ذنب وكل استغفار يفتح المغالق كل شيء منعك الله عنه لأنك أنت إنسان متفلت استقيم على أمر الله تب إلى الله نعم نستقيم على أمر الله في الصلاة أو عماد الدين الصلاة نعم ثم نشرع بالاستغفار حتى ينجلي هذا القلب حتى ينعي ما يقول أبو أحمد ويقول المولى عز وجل في كتابه نعم كلا برانا على قلوب ما كانوا يكسبون هذه الدنوب تحول بينك وبين الفهم هذه الدنوب تحول بينك وبين المعرفة هذه الدنوب تحول بينك وبين أنك أنت تكون إنسان متبصر فأسأل الله أن يغفر عليكم وأن يغفر لكم ويغفر لنا وأن ينفعكم بهذه التسجيلات أخوكم محمد حجازي لقناة اليوتيوب اسمها محمد حجازي ممكن تكتب محمد حجازي والاستغفار في أخرج أنك تقريبا مئة وعشرين أو مئة ومسطعشر فيديو كلها تتكلم عن آيات عشناها والله هذه آيات حسية عشناها عشتوا الآية فجأت بها إليكم حتى تتدبروا هذا الأمر وتعملوا به وليس كلام كتب أنا لم أتكلام كلام الكتب الكتب ملأ في الكلام وكله كلام جميل حتى كتاب القرآن كله آيات ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية يعني عيش هذه الآية اقتف طمار هذه الآية ثم بلغ من حولك إن كان مهموم أو مكروب أو عليه دين أو كذا قل له يا أخي هذا هو الحل الاستغفار سيد الحلول بإذن الله تعالى نعم الاستغفار سيد الحلول وكنز من كنوز ربنا آطانيا نعم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ويقول مولا عز وجل ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وكل أف وكل وجع وكل سقم وكل قلة سببه ذنب تبقى الله واستغفر وأكثر هذه تجربتنا تقول أكثر حتى يرفع الله عنك الغمة وعن الأمة كذلك وإجعلها خالصة لوجه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر